حمزة، معلم شاب بمدرسة ثانوية، يتق الله ويتقن عمله ولا يستغل طلابه بدروس خصوصية حتى لا يحمل أولياء أمورهم أكثر مما يتحملون بل كان يساعد طلابه بمجموعات تقوية بالمدرسة بمبالغ رمزية ونظراً لضيق ظروف حمزة المادية وكثرة طلبات خطيبته التي لا حدود لها، اضطر لفسخ الخطوبة وفوجئ كثيراً عندما شاهد الفرحة والسعادة على وجه خطيبته بعد هذا القرار وحتى يعوض حمزة خسائره المادية عمل في مطعم فترة مسائية وعندما علمت خطيبته السابقة بعمله هذا من إحدى صديقاتها ذهبت إلى المطعم والتقطت صورة له وهو يقوم بتنظيف المطعم ثم نشرتها على الفيس وعملت إشارة له ولطلابه ومدير مدرسته وأصدقائه وسخرت منه مما أثر على نفسيته كثيراً ورغم ذلك لم يقل سوى حسبي الله ونعم الوكيل بعد أسبوع واحد من اتشار صورة حمزة على مواقع كثيرة فوجئ بأكثر من مدرسة خليجية تتصل به ويقدمون له عقوداً كثيرة للعمل لديهم في نفس الوقت الذي قام فيه مدير مدرسته بعمل احتفال خاص لتكريمه سافر حمزة للعمل بالخليج وبعد عام تزوج من فتاة ملتزمة تقية ثم رزقه الله بطفلين جميلين وخلال كل هذه المدة لم يتقدم أحد لخطيبته السابقة بسبب غرورها وظلمها للآخرين حتى فكرت في حيلة خبيثة تستطيع من خلالها خطف خطيب أعز صديقة لها ولكن خطيب صديقتها لم ينخدع بوعودها وكلامها المعسول وأبلغ خطيبته بمطاردة صديقتها له فقامت خطيبته بفتح أمر صديقتها أمام الجميع مما جعلها تعيش في عزلة وحزن وعلمت أن كل ما حدث لها بسبب ظلمها لخطيبها السابق المعلم المثالي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الأستاذ حمزة رجل صالح في الستين من عمره يمتلك عمارة سكنية ويعيش مع زوجته بشقة فيها بالإضافة إلى أربعة محلات كبرى في السوق يعمل في واحد منها والباقي مؤجر وقد رزقه الله بولدين وبنتين أحسن في تعليمهم في أرقى المدارس والجامعات حتى تخرجوا وتزوجوا جميعا وأنجبوا ويعيشون في بيوتهم المستقلة بعد جائحة كورونا طلبت منه زوجته إغلاق المحل حتى لا يصاب ولكنه أصر على العمل فدعت الزوجة أولادها وأزواجهم وزوجاتهم وصنعت لهم وليمة كبيرة كي يجبر والدهم على ترك العمل ولم يكن حمزة يعلم بالأمر وحين عاد من عمله وجد المائدة مليئة بطعام وفاكهة وحلوة بينما تجلس زوجته حزينة تبكي وعلم منها أنها دعت أولادها ولكنهم اعتذروا عن الحضور بحجج واهية فقرر أن يترك العمل وبعد أيام اتصلت زوجته بالأولاد وأخبرتهم أن حمزة مصاب بكورونا وحالته تسوء يوما بعد يوم وبعد أيام أخبرتهم بأنه انتقل إلى المستشفى وطلبت منهم المجيء لرؤيته لكنهم اعتذروا خوفا من التعرض للإصابة وبعد مرور شهر أخبرتهم الأم أن زوجها توفي وأنها محجورة في شقتها وبعد أسبوعين أخبرتهم أنها سليمة وليست مصابة فحضر الأبناء يبكون ويرتدون ثياب الحزن بينما كان حمزة يجلس مختبئا في إحدى الغرف وبعد أن قرأوا الفاتحة على أبيهم أخرجوا أوراقهم لاستلام الإرث حيث كانوا في فترة حجر والدتهم قد قسموا كل شيء بينهم ومنحوا لأمهم الشقة فقط فتوسلت إليهم أمهم لينتظروا حتى الأربعين ولكنهم رفضوا وحين انتهوا من التوزيع خرج عليهم حمزة وطردهم ثم انتبه لنفسه بعدما علم بأنه كان يربي أربعة أبناء لا خير فيهم فباع أملاكه وقرر تعمير آخرته فبنى مسجدا وتكفل بأيتام وأرامل وتفرغ للعبادة وعمل الخير هو وزوجته التي ابتسمت وقالت له الآن لا أخشى الموت وأصبح قلبي مطمئنة فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ترجمة نانسي قنقر